أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأكثر من 40 ألف متردد على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسينة وذلك منذ بدء فعليات المعرض يوم السادس والعشرين من يناير الجاري وحتى أمس الاثنين ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للتأمين الطبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن جهود الوزارة للتأمين الطبي لجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة حرصا على الصحة العامة للمواطنين بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصديق لفيروس كورونا وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأربعاء هو أول أيام شهر رجب لعام 1443 هجريا وأشارت الإفتاء في بيان اللهب أنها سطلعت هلال شهر رجب بعد غروب شمس اليوم بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وقد تحققت من خلال الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر رجب وبهذه المناسبة تقدم مدار الإفتاء التهنئة لسيد رئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الكريم وجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل الأنحاء